كنت معصب اليوم واترت على جملة حكاها وزير العمل لا سيدي محترامي أنا مش قضية أني معصب أو لا معالي وزير العمل مشكور حط أصبع الجروح إنه إحنا فيه إنا قنبلة موقوتي اللي هي نسبة البطالة اللي رح تضاعف ورح تصير بنسبة عالية في ظل جائحة كورونا اللي صارت والإغلاقات وإلى آخره إحنا بنقول اليوم توجهنا للقطاع الخاص هو الحل لمشكلة البطالة اللي ممكن أنه نعاني منها في المستقبل قضية ليش معصب أنا مش معصب بس معالي وجه لأنه ميزانية 2020 كانت وزارة العمل موازنتها 19 مليون وبال2021 أشار أنه مجلس النواب الموقر هو من أقر موازنة 9 مليون إحنا أقرنا ما جاءت به الحكومة إحنا ما إجتنا موازنة وزارة العمل 20 أو 30 مليون وقلنا لا تسعب كفي أنتو الحكومة بعدتو لنا موازنة 9 مليون وإحنا قررناها كما هي يعني ما نزلنا منها فهذه كانت مدخلتي ترجمة نانسي قنقر